السلام عليكم شلونكم اكو واحد سألني سؤال قل لي لماذا قتل الحسين عليه السلام شوف باختصار لو ترجع تقرأ مقتل الامام الحسين عليه السلام شنو قال بي قال يا ويلكم على ما تقاتلوني على حق تركته ام على سنة غيرتها ام على شريعة بدلتها ليش تقتلوني شنو سويت لكم تعرف اش قالوا لي قالوا لي نقاتلك بغضا منا لابيك نكره ابوك يكرهون الامام علي عليه السلام نقاتلك بغضا منا لابيك وما فعل باشياخنا حاقدين على ابوه يا ترى اش سوا لكم امير المؤمنين شاقهم شقة ابو الحسنين باختصار بغض وحقد وغيرة من ابو الحسن علي شلون كان النبي يفضل عليهم وشلون سواه بنفسه يقول لي يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى انا وعلي نورا واحد علي نفسي علي اخي في الدنيا والاخرة والحد هذا يومك يبغضون محبين اهل البيت صلوات الله عليهم وبكل شهر محرم ليش ترطمون الحسين بالجنة تسكتليك الحسين بالجنة Orthiallyه الصلاة والسلام هو الجنة بدون الحسين تحلم تشوف الجنة تحلم تباوع لها من بعيد ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة شم فهمك اكتا انت يرادلك سنين ضوئية حتى توصل الهاي العقيدة عموماً اليوم حلقة جديدة من كوكب المعلومات بس اليوم الحلقة كلها أسئلة دينية راح أجاوب عليها بهذا الفيديو فش أريد منك تروح تجيب لك عصير وتلم عائلتك وتباوى علي وتستمتع أول سؤال وصلني يقول إحنا مو عباد لله إشلون عبيد للأئمة شوف عيني من تشوف شخص يقول أنا عبد للإمام مو معناها هي عبدة لأن كلمة عبد الإمام معناها خادم الإمام بس أنت عندك جهل باللغة العربية قبل كانوا يسمون الخدم عبيد افتهمت فإحنا نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فمن تشوف واحد اسمه عبد الحسين مو معناها يعبد الإمام الحسين عليه السلام معناها خادم الإمام الحسين عليه السلام أصلا إحنا نتمنى نكون خدم عد محمد وآل بيت محمد عليهم الصلاة والسلام إش قد حلو من تكون خادم الأشخاص يعبدون الله سبحانه وتعالى يقول له أقسم واحد جدك عبدك وبن عبدك بقراري اشهد سيدي عبدك أنا من مولدي وجدادي ويا والدي ربوني بحسينية باقي على عهدك عبدك وبن عبدك اتفضل انغث من كلامي ضوج سؤالي يقول شنو السبب اللي يخلانا نصلي صلاة الظهر والعصر نفس الوقت إحنا ناخذ الدين عن النبي وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام والنبي وأهل بيته كانوا يجمعون بين صلاة الظهر والعصر ويطبقوهن ما يصلون كل واحدة بوقت وهذا الجواب باختصار فإحنا نصلي مثل ما يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتهمت سؤالي يقول هل ولاية الإمام علي عليه الصلاة والسلام كافية دون البراءة من أعدائه لا مو كافية الما عند براءة من أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما تفيد حتى صلاته خافي يطلع لك واحد يقول لك أنا أحب أهل البيت بس ما أتبرأ من أعدائهم ما لي علاقة قل قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا شذاب دير بارك الصدق بي ما يحبهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي لو إن عبدا عبد الله ألف عام ما قبل ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك وإن ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك هاي قاعدة أهمشي البراءة ولايتك وحبك ولطمك وبتشيك ومواكبك بدون براءة صفر كل شيء ما محصل أصلا بدون ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه كإنما أنت قاعد تعبد إحجاره يعني رب العالمين دي يقول لكم أنا ما أريد واحد يجيني إلا عن طريق محمد وعلي هم أصل من أصول الدين وإذا على عبادة الله فأكو كومة ديانات تدعي أنه هي تعبد الله بس مثلا ما يعترفون بالنبي محمد زينب هاي الحالة عبادتهم لله سبحانه وتعالى مقبولة أنت بنفسك رح تقول لا نفس الحالة هنا النبي رادك تتبعه عن طريق علي تتبع النبي عن طريق غير أشخاص اتباعك للنبي باطل فاتباعك لعلي هو اتباع لمحمد واتباعك لمحمد هو اتباع لله سبحانه وتعالى خلاص هاي باختصار أي طريق ثاني ما يفيدك فقط طريق محمد وآل بيت محمد عليهم الصلاة والسلام سؤال يقول بخصوص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه احنا النساء من يطلع الإمام شنو دورنا شلون نصره شوفي المرأة نصف المجتمع يعني مثلا باشر عقبة ممكن تصيرين أم ويصير عندك أولاد اهنان ييجي دورك شلون تربيين أولادك تربية مهدوية شلون تربيهم تربية محمدية ابنك اذا ربيتي تربية صحيحة ونصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من يظهر اهنان اتي راح يكون إليك دور وراح تكونين من المشاركين بنصرة الإمام عجل الله تعالى فرجه لأن تربيتك الصحيحة خلت ابنك ناصر للإمام حتى التزامك بالدين والتزامك بالصلاة واحتشامك باللبس هذا كله يعتبر نصر لصاحب العصر والزمان حتى تأثيرك على صديقاتك معاملة أمك وبوك بطريقة حلوة خوفك من الذنوب دعائك للإمام بتعجيل الظهور كل هذا يعتبر مساندة لصاحب العصر والزمان فأنت إليك تأثير كلش كبير لا تقليلين من نفسك افتهمتي؟ سؤالي يقول ما هو سبب وجود عزاء للإمام الحسين عليه السلام في كل بقعة في الأرض الجواب باختصار هي رواية تقول نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسين عليه السلام فأجلسه في حجره وقال إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين ركز حرارة في قلوب المؤمنين المؤمنين بس ما قال حرارة في قلوب الناس لا حددوا قال المؤمنين بس المؤمنين اللي من صدق قلبهم يحترق للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا تهتم بهذول اللي يستهزئون كل سنة ويحشون نفس الحشي ليش تلطمون وليش تبتون بابا احنا نتبع النبي والنبي بنفسه بيش على الحسين بنفسه هو كانت بقلب هاي الحرارة وإحنا ورثناها منه فحب الحسين والحزن عليه هو للمؤمنين فقط فلا تستغرب اذا شفت نفسك ضد هاي الظاهرة ضد الناس اللي يحزنون على الامام الحسين عليه السلام انت باختصار مو مؤمن ترى الانسان اذا شاف واحد يبتي على صديقه قلبه ينكسر فانت تخيل واحد يشوفك تبتي على ابن رسول الله ويستهزئ بيك ويقول لك باح هذا نقضيها بس لطم خلي فيتكم اللطم والبتشي اعرف انه هذا ما بيذرة ايمان انت منا وقيس انت من تشوف واحد يبتي على ابوه وابوه انسان عادي تقول اوي خطيش قد قهرني بس احنا من نبتي على ابن النبي ولك ابن النبي تش مأز من عدنا متخلفين بعض دولش قد متخلفين دولة دولة مشركين مشركين شوف هنالا اعرف نفسك انت شنو بيوم عشرة محرم تدقون وتركصون بلبثوث المباشرة وحنا نحزن على ابن بنت النبي فرق مقامات بابا انت وين وحنا وين سؤال يقول من هو ابو الانبياء ابو الانبياء هو النبي ابراهيم عليه الصلاة والسلام لان كل الانبياء اللي صاروا من بعده هم من نسله يعني ولده ترى منزل قصة بعدك ما شايفها سؤال يقول ليش تكرهون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منو قلك احنا نكره اصحاب الرسول يعني مثلا احنا كلش نحب عمار بن ياسر كلش نحب مثلا ابو ذر الغفاري هواي اصحاب نحبهم بس احنا نكره المنافقين منهم ولا هم المنافقين انا ما اعتبرهم اصحاب للرسول وعلى فكرة عندنا اسباب تخلينا منحبهم يعني احنا مو منحبهم اعناد بيك افهم الفكرة احنا اكتشفنا بكتب التاريخ ان بعض الاشخاص اللي كانوا عايشين بزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اذوا نبينا اذوا اهل بيته اذوا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام راح تقول لي زياني جوز الكتب اللي قريتها تأليف وچذب لا مو چذب لان الكتب كلها تقول نفس الكلام حتى بكتب اللي يمدحهم تلقى بيهم اشياء تثير عندك شكوك حول هاي الشخصيات فانت ابحث قبل ما تجي تتهمنا اتهامات باطلة ولا تتوقع انه شكوا واحد كان عايش بزمن النبي معناها خوش انسان وعلى اي اساس تتطيتهم عصمة سويهم معصومين كلهم يعني معقولة كل اللي كانوا عايشين يم النبي ملائكة احنا كل شخص انطلع تاريخه التاريخه زيان نحبه غصبا ما علينا نحبه والتاريخه مو زيان ما نحبه فماكو داعي تنقرص والضوج شنو ذنبنه اذا اتا ما تقرأ كتب شنو ذنبنه زيان بس اريد اسئلك سؤال برأيك ماكو ولا واحد بزمن النبي سوى روحه مسلم على طمع مثلا ماكو ولا واحد سوى روحه مؤمن وهو بداخله مو مؤمن يعني شكو واحد شاف النبي تعتبره خير شكو واحد فات من يمه معناها زيان يعني تفكيرك مو منطقي ما لتحبهم كلهم شلع قلع ولو هي هاي حريتك او براحتك انت ما اجياني افرض رأيي عليك مثل ما انت دا تسوي تريدني غصبا ما علي احبهم لا دي تعال خلنحش جديات يعني انت تعتقد شكو واحد عاش بزمن النبي زيان صراحة هاي الشغلة ما يتقبلها العقل ما يتقبلها الا اذا كانت البشر ملائكة ملائكة والمشكلة الاشخاص اللي كانت عايشة يم النبي بزمن النبي ما مولودة مسلمين لا يمكن عشرين سنة كانوا يعبدون اصنام وبعدين صاروا مسلمين فحتى ما تقدر تقارنهم بالشخص اللي مولود ابن صعائلة مسلمة يعني ما اقوله ولا واحد بيهم موزين ولا واحد بيهم مثل انه هو مسلم تفكيرك مو مقنعة صراحة يعني شنو احب الامام الحسن عليه السلام وحب القاتل مالتي احب فاطمة عليه السلام وحب اعداءها احب الحسين عليه السلام وحب يزيد بس تخيل زيانذا هم وكلهم خيرين ليش هل البيت انقتلوا ما تفكر كلها استشهدت ماكو واحد طلع سالم منهم ما تفكر معقولة اذا كل الناس اللي كانوا عايشين ويه النبي وشافوه بتجنة ليش انقتلوا اهل البيت والمشكلة ما انقتلوه باماكن بعيدة مثلا الراحة والاوروبية لا نصهم كتلوهم بانهلهم وناسهم لك حتى فاطمة الزهراء عليها السلام بعد النبي استوى مستشهد وكتلوها والحد هسا ما حد يعرف قبرها وين هلشي مايفير بداخلك الشكوك يزي الوضع عندك يعني الحسين عليه الصلاة والسلام كان بحضن النبي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الناس عليه ويقول حسين مني وأنا من حسين احب الله من احب حسين ليش هيت يسووا بي ما تفكر لك بابا لازم اكون منافقين داير مداير النبي اعرف هذا الشي لابد مننا اصلا ابحث لفظة لنطفي شبيك لك شنه هي لعبة لك دين هذا دين باك شرمنوي في يديك سؤال يقول ليش يسمون فاطمة الزهراء عليها السلام بالزيشية او الزاكية شوف هذا لقب كلش مبارك الزاكية معناها الطاهرة طاهرة من كل شي موزيا شوف فاطمة طاهرة مطهرة ما عدها ولا ذنب ولهذا السبب تسمى بالزاكية او الزيشية مثل ما يسموها باللهجة العامية انت شايف من واحد يريد يسوي زكاة للفلوس يزكي امواله يسموها الزكاة والزكاة هي عبارة عن تطهير للاموال مقارب القرآن الكريم ذلك ازكى لكم واطهر فالزاكية معناها المطهرة هايا الطاهرة تخيل يجون مجموعة يريدون يحرقون دارها ويضربوها ويكسرون ضلعها وبعدا النبي ما صار لسنة من مستشهد انت بس تخيل فاعرفك وصار شيء بهذا الدين شيء مطبيعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاطمة بضع مني من اغضبها فقد اغضبني ومن اغضبني فقد اغضب الله ليش برأيك النبي قال هذا الحديث ما تفكر هيش قاله لو قاله لان يعرف انه بنت فاطمة عليها السلام راح تتأذى انت بكيفك النبي يقولي بكيف لو لا ينطق عن الهوى زيان اذا تأذت مينو أذاها قوم بحث قوم ايه قوم بحث قوم رضا صافن علي ضربوها وأذوها وبتشوها وما خلوا اعتبار الكلام النبي هي وكل اولادها وحتى بناتها انسبوا بمعركة الطف ظلم بظلم مظلومين اهل البيت عليهم السلام كلهم أذوهم ذول اهل بيت نبيك لو عندك ذرة دغيرة على نبيك وعلى دينك توقفوا ياهم لانه رب العالمين بالقرآن الكريم شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكموا النار لا تطبقوا يا الظلام ترى النار كلوحك سؤالي يقول صحيح من يظهر الامام المهدي عجل الله فرجه يظهر وياه الامام الحسين صلوات الله عليه نعم الروايات ذكرت انه الامام الحسين عليه الصلاة والسلام راح يظهر من يظهر الامام المهدي عجل الله وفرجه ويكمل دوره اصلا اكو روايات تقول كل الامة عليهم السلام راح يرجعون يمكن اكو هسه هواية ناس مستغربة من كلامي صح تقول لي شونه يعني يرجعون للدنيا شوفوا اكو شي يسموه الرجعة سامعين بها لو لا احنا نؤمن بالرجعة وهي الرجعة معناها الاموات راح يرجعون للدنيا للحياة وحتى بعض الناس العادية المؤمنين اللي متعلقين بالائمة ويريدون يشوفون الامام المهدي عليه السلام وملح قو عليه من يموتون راح يرجعهم رب العالمي للدنيا حتى يعيشون ويتمتعون بحكم اهل البيت عليهم السلام ويشوفون الانتصار ويقاتلون مع الامام اكو بعض الروايات تقول حتى الكفار راح يرجعون ليش حتى ينتقم منهم الامام يعني يمكنكو ناس اتعادي الامام وضده اللي البيت عليهم السلام هذوله يرجعون تعال تعال ولك شلو خلاصيت زي انتو مقارين دعاء العهد شلو يقولون بهذا الدعاء اسمع بهذا الدعاء يدعون للامام المهدي عجل الله فرجه شي يقولون له شي يقولون الرب العالمين يقولون اللهم انحال بيني وبينه الموت دي قصدون الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه اللهم انحال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي طبعا حطيت مايكي اللي اعتقد الصوت صارت به مشكلة بهذا المايك فراح نكمل اعتقد بهذا المايك ما اعرف بالمونتاج يتبين يعني انت بس تخيل ان احنا راح نشوف صاحب العصر والزمان ونشوف كل الامة لكن نشوف حتى الامام علي عليه السلام نشوف كل الامة اللي انحربنا منهم ونعيشوا اياهم رسالة اجتني تقول علي حابة اشكرك كلش لان خليتني اصلي طبعا بالبداية الحمد لله لان اثرت بيكم انا كلش افتخر بيكم خصوصا من اشوفكم ملتزمين بصلاتكم احنا هسا بزمن للأسف وهوية ناس مبتعدة عن الدين وعن الصلاة فانت بهذا العمر وبعدك صغير وملتزم رغم ملذات الدنيا المتوفرة بهذا الوقت فانت هنا بطل الصلاة رح تغير هواية امور بشخصيتك للأفضل حتى قيمة رح تسوي لك بين اهلك وبين المجتمع حتى الميصلي رح يقوم يحترمك ما لك علاقة باخوتك الميصلون او باصدقائك الملتهين باللعب خليك انت مميز وصير احسن منهم اذا تصلي رح تتفوق عليهم بكوما شغلات ما اقدر اذكرها اليك شنو هي بس من رح تلتزم بالصلاة رح تكتشفها وبالنسبة للناس اللي وعدوني قبل سنتين او اكثر ما اعرف قلوا لي احنا رح نلتزم بالصلاة بعدكم ملتزمين لو لا يكتبوني بالتعليقات ترى مناسيكم والميصل اللي تعال انضموا يانا بالفريق لا تستحي سؤال يقول لماذا يلقب الامام الحسين عليه السلام بابا عبد الله مع انه ابن الكبير اسمه علي الاكبر لان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالروايات كان يسمي الامام الحسين عليه السلام ابا عبد الله فتميز بهذا اللقب لان النبي كان يقوله الي سؤال يقول منو يقول احنا على الدين الصح ابحث اقرأ وشوف انت هس بزمن بي انترنت وكل شي تلقبي كتوب محاضرات مناظرات كل شي متوفر عندك يعني ما عندك اي عذر انت عندك عقل اني عن نفسي اشوف دين محمد وآله محمد عليهم الصلاة والسلام هو الدين الصحيح وبعد بكيفك سؤال يقول صدق الامام المهدي من يطلع ينتقم للامام الحسين طبعا الامام المهدي عجل الله فرجه راح ينتقم من قتلة الامام الحسين عليه السلام ليخ دعوك يقول لك المختار اخذ ثار الامام الحسين عليه السلام الامام الحسين عليه السلام محد ياخذ ثاره الا امام مثله من نسله وهو الامام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه سؤال يقول ليش الامام علي عليه السلام ممذكور بالقرآن مذكور منو قل لك ممذكور بس لا نفرض انه هو ممذكور برأيك هلشي راح يقلل منه لا لان علي بن ابي طالب هو قرآن قرآن الناطق ونوره من نور الله شنو تريد بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي وعلي بن ابي طالب عليه السلام من اهل البيت فعلي والقرآن واحد يعني مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا بمثابة القرآن قرآن لان النبي لا ينطق عن الهوى فهمت هاي استخدموها دائما ويا ذول اللي يقول لكم لعد ليش من ذكر الامام عام علي عليه السلام بالقرآن هو مذكور مو ما مذكور بس هم يفسرون القرآن بكيفهم بيقولوا لك لا من يقول هاي ايش تقصون فحتى تسكتوا قلوا لي انذكر على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي كلام قرآن سؤال يقول ما هو اسم الامام المهدي اسمه محمد على اسم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الامام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد كلهم نور واحد اذكرت شعر للأديب جابر الكاظمي يقول ترض الخيل في البيداء صدرا محمد ام حسين لست أدري ما يدري هم اثنين اثنين واحد هم لم يقتلوا الحسين بل قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء سؤال يقول اريد اعرف من اللي قتل فاطمة الزهراء عليها افضل الصلاة والسلام بس اكتب بالجوجل اسماء الذين هجموا على فاطمة منتدى الكفيل راح تطلع لك اول صفحة طب عليها وقرأ اسماءهم واحد واحد راح تقول لي ليش ما تذكرت اسماءهم شباب وينكو حرية رأي والتعبير بهالبلد ما تقول ليش تحتي هو انا تدريش قد عالم قامت الضوج من عدي لان دائم دح بهل البيت عليهم السلام بس عادي انا ما مهتم اصلا يعني ولا راح اهتم لان ما يهمني تابعتوني او ما تابعتوني انا اهمشي ارضي رب العالمين وانصر محمد وآل بيتي محمد عليهم الصلاة والسلام فانت تريد تتابعني خير على خير ما تريد تتابعني ابراحتك ما واكف عليك شباب انا حاليا المحتوى مالتي تغير مثل ما تتشوفون دا انا ازللكم قصص اهل البيت عليهم السلام ومعلومات واحيانا طبخ ومرات نسوي تجارب وتحديات وبكل هاي الفيديوهات لازم ادخلك معلومة استفاد منها يعني المحتوى مالتي حاليا 90% محتوى هادف بحيث قمت احس محتوايا القديم استحي اشوفه خصوصا الفيديوهات اللي تشنت انتقد بيها الفنانين اعتقد قبل اربع سنوات وللأسف اكو بيكم وهوايا ناس دا يستخدم هاي المقاطع لحد هذا وقتنا وينشرون بيها مع العلم انا حاذفهم فاريد اطلب منكم طلب بعد لا تنشرون مقاطعي القديمة ثانيا الشخص القديم ذاكي مواني حرفيا مواني يعني من اشوف روح اقول انا شنواتش نتيتش احتي يعني هسا التراح تقول لي ات مم سوي شي غلط وانت قاعد تنتقد اعمال الفنانين ما تنتقد شخصياتهم صحيح والانتقاد من ضمن حرية الرأي والتعبير يعني هساني حاليا دا اقول مثلا خطيئة الشخص اللي انتقده خاف اهلي يشوفون الفيديو ابن مثلا يشوف الفيديو شنو راح يقول حرفيا ما تشنت افكر بهاي الشغلات يعني تشنت مراهق فاني اليوم اريد اوجه اعتذاري للكل بدون استثناء شك واحد انتقدته اتمنى ما يزعل مني المفروض بمكان ما انتقدكم اصلح نفسي وفعلا هذي الشياني سويته وصدقوني مني تغيرت وتغير محتوية حسية الناس قامت تتحبني اكثر واكثر عكس ما تشنت املاط لط باختصار الانسان بدل ما يباوى على عيوب الناس خلي يباوى على نفسه محلوة تقعد تجرح شخص بالتعليق او تجرحه بالانتقاد صدقوني انا اتغيرت ماعرف يعني ماعرف يمكنتم ما قاعد الصدقوني انا قبل خمس سنين مو مثل هسه فأتمنى كلكم مزعلون مني واتمنى تسامحوني هاي يسر تاحيت وبالنهاية اختم وقول الحمد لله الذي جعلني من المتمسكين بمحمد وآل بيتي محمد عليهم الصلاة والسلام اهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعدلوك وبطلوا هاي السالفة ما لتنشروني مقاطع قديمة وتحششون عليها من شن الزعطوط ترى ذني كلين انا اضاحك عليها ناني ما اشرهن تصايل لوتي بطلوا هاي السالفة كل يوم ايوا واحد يمسوي ليتاق على الانستغرام وجايب لي مقطع قديم كافي لحيته باقي الشخص مواني يعني اش عمالك مثلا راح اتأثر بالعكس راح اقول لي الحمد لله والشكر لانتغيرت احمد رب العالمين من اشوف هاي الفيديوهات وبطلوا هاي السالفة يا معودين واذا تحبوني اسألكم جزء ثالث من سلسلة كوكب المعلومات كتبولي بالتعليقات اشوفكم بحلقة جديدة وكالعادة احب قليتش شا قليتش لا هالمرة سماح سماح خطيه اليوم مرة هحتي شي احتي شي اليوم مرة هحتي شي ايش لازم تفصلها باي باي بس ما اقدر سيمش بيدش ما حدي فيديش انت لقوا مننا خصتي حقي اشتركوا في القناة